إذن أعلن النظام إصابة أسماء الأسد باللوكيميا وذلك بعد بضعة أعوام من شفائها من سرطان الثادي في هذا اليوم نطق الأسد حقا وقال صدقا فأحاديثه وجولاته وأعماله وخطواته باتت تحت أنظار زوجته أسماء أو قلب إشرافها فهي من أمسكت بمفاصل البلاد بقبضة من حديد وسيطرت على الاقتصاد وأقصت جميع منافسيها وأبعدتهم عن الواجهة رغم كل ما أشيع سابقا عن إصابتها بسرطان الثادي وشفائها منه منتصف آب 2019 ليعود النظام اليوم ويعلن إصابتها مجددا لكن هذه المرة بمرض اللوكيميا المعروف بسرطان بالدم بيان لرئاسة النظام قال إنه بعد ظهور عدة أعراض وعلامات سريرية مرضية تبعتها سلسلة من الفحوصات الطبية تم تشخيص إصابة أسماء الأسد بمرض اللوكيميا وعليه فإنها ستخضع لبروتوكول علاجي متخصص يتطلب شروط العزل مع تحقيق التباعد الاجتماعي المناسب وهو ما سيبعدها عن العمل المباشر والمشاركة بالفعاليات والأنشطة كجزء من خطة العلاج وهنا قد تطرح التساؤلات عن حقيقة مرض أسماء الأسد وأسباب إعلان ابتعادها وعزلها عن المشهد وعن مصيرها ككل طوال الأعوام السابقة استطاعت أسماء الأسد فرض نفسها كمتحكمة في قرارات بشار الأسد والمسيطرة على اقتصاد الدولة بعد مصادرتها لأموال منافسيها وإبعادهم عن الساحة وأبرزهم كان رامي مخلوف الذي استغله والآخر ما حدث له كشماعة يعلق عليها ما فعله بالبلاد في فترة قوته وسطوته ومع ابتعاد أسماء أو إبعادها عن المشهد فمن سيخلفها أو قل من سيدير مشاريعها وأعمالها إلى حين تحديد مصيرها ليست الأمور على ما يرام بالتأكيد الآن قد يقول قال والله هذا حركة مسرحية من سيدة الياسمين يجوز أو حقيقة كذلك يجوز يجوز الوجهان في هذا الأمر مسألة سرطان الثدي أصلا التي أصيبت بها مشكوكم بها بين الحقيقة والخيال نحن لا نعلم يا قلب لا تحزن أصيبت أم لم تصب الله أعلم لكن أسماء الأسد الثابت عليها أنها تغار امرأة غيورة غيور غيور شديدة الغيرة أحدهم يقول والله ربما غرت من كيت ميدلتون أميرة ويلز هذه التي أعلنها قبل فترة عن إصابتها بالسرطان هي تحب هذه الأجواء وفي بريطانيا وهذه أميرة ويلز يعني تحب هذه الأجواء قل لك الناس تتفاعل معي تحبني أكثر يعني قد يكون هكذا تفكيرها فوالله أصبنا باللوكيميا ورد لأنه هي غيرتها من الملكة رانيا العبدالله مثبتة يعني بالصوت والصورة إذا خرجت إذا سلكت الملكة رانيا مسلكا سلكته السيدة أسماء ولو دخلت رانيا جحر الضب الملكة رانيا لا دخلت أسماء الأسد جحر الضب بنفسها مثبت تغاربنا في لباسها في طريقتها في كلامها ربما الآن غارت من كيت ميدلت ربما وربما لا تختلف التفاسير في هذا الأمر الآن قد يقول قال والله إن أسماء الأسد تغولت كثيرا على الحاكمين من الطائفة العلوية وهناك حديث مؤكد مؤكد أن الناس في الساحل السوري باتت تكره أسماء الأسد وتقول الجملة التالية هكذا تقال نصا في الساحل السوري مثبة الجملة تقول الجملة كالتالي يقولها الناس ووجهاء الناس هناك ليس كلهم طبعا لكن يقولون نحن قدمنا لبشار الأسد كل شيء قدمنا مالنا وأولادنا وأعضاء أجسادنا كل شيء قدمنا ثم ماذا؟ ما النتيجة؟ فقر وفاقة وتخل ثم أتت هذه السنية لتأخذ الجمل بما حمل هكذا يقال هناك غضب في الساحل عليها؟ نعم هناك غضب في الساحل عليها تريد هي أن تلين بعض القلوب في الساحل؟ بعض القلوب القاسية؟ ربما لكن هؤلاء ثم قسط قلوبهم من بعد ذلك فهي كالحجارة أو أشد قسوة عليها لن تلين بهكذا حركات والبعض يقول هذا احتمالهم ضعيف أصلا طيب هل هناك صرعات داخل البيت الداخلي؟ صحيح مؤكد والإعلان التوقيت اليوم بعد موت إبراهيم رئيسي وقبله ما قام به بشار الأسد أصلا من هذه يعني هو عندما زار البحرين في قمة المنامة وكان ظهوره يعني ليس كما يريد وكان حضورا باهتا وكان البيان الختامي للقمة التذكير بالقرار 2-2-5-4 ولا تعويم ولا تحويل أموال ولا شيء والحالة مجمدة وما قبلها قل لك أصلحنا في الدولة وعزلنا فلان وأتينا بعلان وكل هذا الجو وأقل لك الحزب البعث العربي الاشتراكي ويعني كل هذه الأجواء تشي أن الوضع ليس على ما يره الآن هيوتى بالإعلان والله أصيبت بالسرطان اللافت في هذا الأمر أنه قال تم عزلها وإبعادها عن أداء مهامها وأصول التباعد الاجتماعي يعني قيل هذا الكلام هو طبيا يعني وارد أن يصاب المار بسرطان الثدي أو المرأة بسرطان الثدي ثم تصاب بسرطان الدم وارد ملعوبة يعني القصة في هذه الأجوال مشحونة داخل دمشق وأيضا هذه مسألة أصلا ذهب إبراهيم رئيسي والارتباك الشديد في طهران سوف تنعكس بالضرورة على دمشق سوف تنعكس وهذه سوف نأتي لها الآن بعد قليل في هذه الأجوال يقال والله أسماء الأسد وصيبت باللوكيميا وتم عزلها تحجيمها ممن طيب هي أصلا بالأساس ممن كانت مدعومة لا جواب شافي في هذا الموضوع أسماء الأسد ممن كانت هذا الظهور الاقتصادي والسياسي للسيدة الأولى ومهرجانات الوردة الشامية وتأتي وتذهب يعني كل هذه الأبهة والهيلمان وأتبع لها في السياسة وأتبع لها في الإعلام والأمانة السورية للتنمية وأب علي خضر وكل هذا الهيلمان والأبهة وأتبع لها في الإعلام في الصحافة في السياسة في الاقتصاد هذا المكتب مكتب أسماء الأسد يعني لو كان بمقدوره لأخذ الهواء والماء لم يبقي شيئا طيب من الذي أصعدها بهذه الطريقة طيب هل مهر الأسد راضا عن هذا الأمر طيب هل إيران راضية طيب هل هي روسيا التي وراء أسماء الأسد البعض يقول لك قال والله هذه بريطانيا بريطانيا هذه يعني أصبعوا بريطانيا في دمشق أسماء الأسد وأصبعوا الغرب في دمشق برواية تتناهب الروايات دمشق تتناهب الروايات دمشق نهبا ولا نعرف أين الحقيقة البعض يقول أن أقرب الروايات للدقة أقربها للدقة أن هذه أسماء الأسد مدعوة من موسكو أقربها للدقة وأن هذا الصعود في دمشق على حساب يعني في جزء منه قد يكون على حساب الإيرانيين أصلا هي أخذت المشغل الثالث المشغل الثالث القليوي قبل فترة أخذته هي هذا بالضرورة على حساب الإيرانيين وهذا الإزعاج لطائفة الأسد الحاضنة له والداعمة له بقوة هذا لا يمكن أن يأتي من إيران يأتي من موسكو الآن انزعجت إيران طيب بشار الأسد أين هو في هذا الأمر يعني كأيضا بشار الأسد يعني كما أيضا دوره غائم لا أحد يعلم لا أحد يعلم أيضا دوره غائم تتعدد الروايات الراجع في هذا الأمر كما يقول بعض العالمين بالأمر أنها مدعومة من موسكو لكن موسكو أيضا متورطة في أوكرانيا ووضعها صعب هل هي بداية عزل هذه المرأة وتحجيمها ومن ثم ظهور أحد آخر هذا راجح جدا هكذا البعض يرى قصة أن هذا الأمر تمثيلية وهي قامت بها من أجل استعطاف الرأي العام وكذا لا هذه ليست كسرطان الثدي الآن هذه سرطان لوكيميا بعد سرطان الثدي هذا يحتاج طبيا طبيا يحتاج إلى جلسات طويلة وعلاج كيميائي ويعني الموضوع طويل وطويل جدا ليس كسرطان الثدي يعني قليلا ومن ثم والله عادت وتعافت هذا طويل فنحن لن يعني متوقعا لا ترى هذه المرأة أن يتحجم دورها طبيا إذا كان الأمر صحيحا يعني لزمان طويل إذن هذه المرأة حجمت هذا ثابت ثابت من حجمها هذا مختلف عليه لماذا حجمت كي يظهر أحد آخر من هو هذا الأحد الآخر مختلف عليه مختلف عليه هناك أحد آخر سيظهر بالتأكيد في الفترة القادمة هكذا البعض يرى أنه هذا يعني في حكم المؤكد لكن من هو ومن بالأساس الذي حجمها هل هي إيران إيران الآن مشغولة بنفسها مشغولة بنفسها طيب هل هي أموسكو ولماذا بسبب لماذا تمهيدا لصعود أحد آخر من هو هذا النجم الصاعد الآخر لا نعلم الوضع في دمشق مخلق الآن السوريين فرحون فرحون نعم يفرحون يفرحون أحرار السوريون أحرار يفرحون هذه امرأة طاغية قتلهم وشردهم وهي أيضا أذتهم بالتالي إذا مرضت بالسرطان يفرحوا الناس الآن كذلك قبل أي وقبل يومين فرح السوريون بموت إبراهيم رئيسي وخرج علينا الخارجون والمتنطعون ولا يجوز الشماتة بالموت اليوم النغمة جديدة لا يجوز الشماتة بالمرض لا يجوز البعض يقول يجوز الشماتة بالموت والشماتة بالمرض والشماتة بأي شيء هكذا البعض يرى والبعض يقول لهؤلاء ما رأيكم يعني ما رأيكم أن تأخذوا تنظيركم وتنصرفوا أن تجمعوا أشياءكم وتنصرفوا أن تأخذوا ساعاتكم من وقتنا وتنصرفوا أن تأخذوا صوركم وأن تعرفوا أنكم لن تعرفوا يا جماعة خذوا تنظيركم وارحلوا هذا هو موسم الأستذة على السوريين أستذة من كل شكل ولون الكل يؤسد على السوريين الكل يؤسد على السوريين لا لا يجوز هنا الفرح لا لا يجوز هنا الحزن لا افرحوا قليلا لا افرحوا وحزنوا قليلا موسم الأستذة على السوريين لا يعني لو خرج أفلاطون الآن من قبره وسمع ما يقوله بعض المثقفين والمثقفات والباحثين والباحثات لا أتتوا تسلخات لا أصابتوا تسلخات لأفلاطون اليوم وعاد إلى قبره سريعا بعض الآن اللزجين واللزجات تجاوز مسألة المدينة الفاضلة أنتم قليل عليكم المدينة الفاضلة قليل كوكب فاضل وقليل كذلك بحقكم كوكب فاضل لزجون ولزجات يؤسدون على السوريين ويذهب غيظ قلوبهم ويتوب الله على من يشاء والله عليم حكيم ويذهب غيظ قلوبهم ويتوب الله على من يشاء والله علم حكيم و يذب غيظ قلوبهم قلوب السوريين بها غيظ لا أحد يعلمه إلا الله أمر طبيعي إذا مات رئيسي أن يفرحوا طبيعي جدا قلوبهم مقتاضة من الدماء التي سفكت منهم و من أعراضهم التي هتكت و من بيوتهم التي هدمت و من نسائهم التي ترملت البعض كأنه يعيش في كوكب آخر بدأوا ما يعني أنتم تشمتون بالمرض و الأشمات بالمرض قمة اللزوجة قمة اللزوجة والتكلف ثم يأتون والله يعني نحن ألا هلك المتنطعون ألا هلك المتنطعون ألا هلك المتنطعون قالها الرسول صلى الله عليه وسلم ثلاثا و هؤلاء كلهم متنطعون متنطعون و متنطعات نحن أحرار نحن أحرار يا جماعة نحن أحرار و أنتم يكفيكم تنطعا ليس معقولا ويخفيكم تكلفا وقال نحن لو نعرف والله أنتم نزعتم سمعة الثورة السورية وأنتم وأنتم على ماذا إذا المرء لا يرعاك إلا تكلفا فدعه ولا تكثر عليه التأسفة متكلفون ومتكلفات إذا المرء لا يرعاك إلا تكلفا فدعه ولا تكثر عليه التأسفة ففي الناس أبدال وفي الموت راحة فهذا الإمام الشافعي يقول لك ففي الناس أبدال وفي الترك راحة متكلفون ومتكلفات مشكلة عظيمة يعاني منها السوريين أنهم لا يستطعون التعبير عن شعورهم لا يستطعون لأن البعض يضع رجلا على رجل وينظر عليهم وينظر عليهم كيف يعبرون عن انفعالاتهم ومشاعرهم يجوز الشماتة بالأعداء يجوز يجوز وحدثت في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم وحدثت في عهد الصحابة يجوز طبيعي طبيعي جدا نحن بشر وأنتم سوف نرى بعض الأحداث وكيف سوف تتعاملون معها للمتنطعين والمتنطعات اللزجين واللزجات أمر طبيعي يا جماعة البعض لديه حل آخر دعوا السوريين دعوا 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 هؤلاء السوريين شعوبيين وطائفيين وإلى آخره إلى آخره دعوهم لا البعض يقول لك قال والله أنتم طائفيون كيف طائفيون هؤلاء السوريين ذبحوا بسيف الميليشيات الشيعية على مدار كل هذه السنوات هو السوريين الذين ذهبوا إلى إيران وذبحوا الإيرانيين والسوريين الذين ذهبوا إلى حزب الله وذبحوا إلى جماعة حزب الله أو ذهبوا إلى العراق وذهبحوا في جنوب العراق من أتى إلى سوريا وذبحوا السوريين هم كيف نصبح نحن الطائفيين بعض مثقفي الغفلة يقولون هكذا هذا أكبر داب تليت به أمة العرب في هذا العصر الحديث مثقف الغفلة السيدة أسماء الأسد السيدة أسماء الأسد أخذت المشغل الخلبي قبل فترة وهناك أصلا قيل كلام عن تصميم فستاني هذا الذي خرجت به مؤخرا ومن أي مادة صنع هذا الفستان هذه في مسألة الفساتين تقلد تقلد الملكة رانيا العبدالله تقلدها والله لو خرجت الملكة رانيا العبدالله يعني ببيجامة أديدس لخرجت أسماء الأسد ببيجامة أديدس طبيعي جدا يعني تقلد كيت ميدلتون بعيدة يعني بعيدة البعض يقول أنها بعيدة بعيدة جدا طيب الآن السؤال بعد يعني تحجيم أسماء الأسد طيب المكتب هذا الأمان السوري للتنمية طيب من المكتب الخاص الذي يتبع لها طيب هذا جيش الصحفيين والسياسيين هذه صور أسماء الأسد تضع في مكاتف الوزراء إعجاب صورة السيد الرئيس اللينة تشاوشيسكو حربيا اللينة تشاوشيسكو تقلدها في هذه التصرفات طيب أتباعها في السياسة وفي الصحافة وفي الاقتصاد هؤلاء ما مصيرهم من سيريثهم هناك طرف وازن قوي حجم هذه المرأة وسيريثها هي ورجالاتها إذا صدق هذا التفسير وهو في الراجح قوي يعني وأقرب للمنطق ففي الناس أبدال وفي الترك راحة وفي القلب صبر للحبيب ولو جفى هؤلاء المتكلفون إذا كان المرء لا يرعاك إلا تكلفا فدعه ولا تكثر عليه التأسف ترجمة نانسي قنقر